وزي ما قلنا في بداية ومقدمة الحلقة النهاردة إن في تغيرات وتغير في درجات الحرارة وتقلبات في الجو بأن يومين يمكن عايشين في هذا التقلب تحديداً وده بشكل عام طبيعة فصل الخريف بس التغير ده بيأثر على مرضى الجيوب الأنفية بيأثر على الناس اللي عندها حساسية والناس اللي منعتها ضعيفة وبيتعرضوا بالتالي لدور برد شديد علشان كده وزارة الصحة وجهت بالعديد من النصائح المهمة للمواطنين علشان يدروا لهم ياخدوا بالهم يدروا لهم ياخدوا احتياطاتهم ويتجنبوا أي مشاكل صحية ممكن قد تظهر مع تغيرات وتقلبات فصول السنة تحديداً وإحنا في فصل الخريف وده المعتاد في هذا الفصل تحديداً خلونا نتعرف على أهم النصائح لمرض أو مرضى الجيوب الأنفية والحساسية وكمان الأطفال اللي يمكن الغالبية العظمى من البيوت المصرية اللي عندهم أطفال في السنة الدراسية الأولى ليهم أصبحوا دلوقتي عندهم أو بيعانوا من ارتفاع في درجات الحرارة بيعانوا من أيضاً دور أو نزلات برد لديهم فإيه الاحتياطات اللي يتجنبها أو يبتدي أن هو يقوم بيها المواطن علشان يقي ولاده من هذه الآثار ده اللي هنعرفه من الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بيئة المصر واللقاح اللي مشرحنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السيدة المشاهدين يعني دكتور بالنهار الجو فيه دفء بالليل درجة حرارة عالية نشتي؟ لا نصيف الصبح فده بطبيعة الحال بعيداً حتى عن حساسية أو جيوب عنفية بيؤدي إلى دور بيرت بالفعل فإيه اللي احنا نعمله في الوقت ده تحديداً عشان نقي نفسنا؟ هل نرجع تاني للإجراءات الاحترازية اللي كانت موجودة مع قبل كورونا؟ إيه اللي؟ ليه الوقت ده؟ وليه مريض الحساسية بالذات إحنا هلقين عليه؟ الوقت ده لإن إحنا زيما أنت قلت ما فيه السببات في درجات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع وما بين الأم اللي ابنها هتقل لا هخفف صحيح هشغل المروحة هبطل المروحة هشغل التكيف هبطل التكيف الجو ساعة جو حر ما فيه السببات في درجات الحرارة ابني جاي من المدرسة ألا أدوم مرة واحدة ما بين طيار سائع لطيار ساخن ده فرصة لانتشار العدوات الفيروسية اللي بالفعل بتنتشر في فصل الخريف بسبب طلق اللبات الجوي طب إيه العدوات الفيروسية المنتشرة؟ عندنا البرد وده منتشر شديد جداً عندنا الإنفلوانزة عندنا كورونا لم تنتهي حتى الآن فبالتالي إحنا قصاد فيروسات تنفسية تنشط في هذا الموسم عشان كده ليه الوقت ده بالذات بتنتشر العدوات الفيروسية طب هو ليه مريض الحساسية بالذات إحنا خاصينه بالحلقة دي لأن مريض الحساسية من زي بقية الناس أكثر عرضة للدخول في مضاعفات خطيرة عند الإصابة بنزلة البرد يعني تتخيل مريض حساسية الأنف عند الإصابة بالبرد أو التهاب جيب الأنفية بيكون وقع الإصابة عليه أخطأ من الشخص العادي لأنه يتحسس أنفياً من المسيرات الخارجية ومن ضمنها طيارات الهوى ما بين السائع والساخن والبارد ومن ضمنها نزلة البرد والإنفلوانزة مريض حساسية الصدر وقع الإصابة التنفسية عليه على الرئة بتكون أكثر خطورة ممكن يخش منه في مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئوي إنفلوانزة مش مجرد برد عادي إنفلوانزة لها مضاعفات خطيرة على الرئة وخصوصاً مريض الحساسية طيب كل الناس هنقول لهم إيه وخصوصاً مرض الحساسية هنقصهم هنقول للناس إحنا الفترة دي عايزين نحافظ على مناعة متوازنة وإجراءات احترازية مهمة جداً طيب إحنا عندنا برد أو إنفلوانزة خلاص أنا في الفترة دي أبني عندي برد أو إنفلوانزة أول خطأ أقعده في البيت لأن منع انتشار العدوة اللي إحنا مش عارفين هي عدوة برد أو إنفلوانزة أو لكورونا طيب أنا موجود في مكان في شغلي مكان في تجمع بمعنى أن الحدة الوبائية لكورونا انتهت أن نفك الإجراءات تماماً لا أنا في مكان في تجمع مكان مزدحل هلبس الكمامة في وسيلة مواصلات هلبس الكمامة لمنع نقل العدوة لي أو لو أنا عندي أعراب بسيطة ما تنتشرش طيب دي الإحتياطات العامة طيب مريض الحساسية بالذات هيعمل إيه في التوقيت ده هقول للمريض حساسية الأنف لأ أنفك تتحسس في هذا الوقت من العام هنرجع نستخدم مضادات الحساسية في فترة التقلبات الجوية هنرجع نستخدم نخسل مراخلنا باستمرار بمية البحر أو بمحلول الملح العادي لأن غسيل الأنف باستمرار هو غناية الأنف للصدر لأن أغلب مرضى حساسية الأنف بيعاني أيضاً من مشاكل التنفسية الأنف بالذات بنسميها الحنفية إن إحنا لو زبطناها بنسبة كبيرة جداً المشاكل الأخرى الرئوية بتقلب نسبة كبيرة جداً بالفعل دي لو إحنا مسكناها بمضادات السامين لو إحنا غسلناها بمحلول البحر باستمرار هتقلل من مضاعفات التنفسية على الرئة فبالتالي لمريض الحساسية مهم يأخذ مضادات الحساسية مهم يغسل مراخيره بمحلول البحر مهم جداً لمريض حساسية الصدر يستخدم موسعات الشعب يستخدم البخخات الصدر اللي هو معتاب بيأخذها في الموصل ده نرجع نأخذها تاني لأن البخخات بتدي صورة وقائية للرئة إنها ما تخشش مني في أزمات ربوية عند الإصابة بأي عضوة تنفسية نعم ده فيما يخص يعني الإجراءات اللي بيتخذها مريض الجيوب الأنفية تحديداً يمكن عاوز أعرف إمتى يعني بيكون في أعراض الالتهابات الخاصة بالجيوب الأنفية دي بتكون في ضروتها أو بيكون في حدة لهل في هذا الفصل تحديداً ولا طوال أيام فصل الشتاء طيب إحنا مريض الحسسية عندي في حاجة اسمها مريض حسسية دائم من مسبب بيئي دائم مثلاً عياني لا يتحسس من الأتربة حسس من حشرة الفراش حسس ديتس مدحسس دائم وعندي مريض حسسية موسمي بيتحسس في فتر الربيع في حبوب اللقاع أو الخريف في تغيير الفصول مع نزلات البرد فإن مريض الحسسية فيه نوع دائم هو طول السنة بي عيني من الحسسية وفيه مريض يتحسس في الموسم اللي هما موسمين أشهر موسمين بالنسبة لي اللي هو موسم الربيع فيه تغيير الفصول وفيه حبوب اللقاع وده موسم خطير جداً على مريض حسية الأنف وكذلك الخريف بتقلباته الجوية هو أيضاً خطير على مريض حسية الأنف بمعنى أن التقلبات الجوية زيها زي حبوب اللقاع والزرع في الربيع يتحسس الشخص من حبوب اللقاع كما يتحسس من نزلات البرد والإنفلوانزة في هذا الموسم طب ليه بقى احنا بنقوله الفترة دي مهمة لأننا عندي صوبة الوقائية غير الإجراءات الاحتلاثية هقوله خد مصد الإنفلوانزة وده شيء هام جداً وضروري ليه إنفلوانزة هامة في هذا الموسم لأن الإنفلوانزة لها مضاعفات عجيب الأنفية تؤدي إلى مريض الحسية يؤدي إلى التهاب مزمن في الجيب الأنفية كذلك مريض حسية الصد قد يؤدي الإصابة التنفسية إلى التهاب رعي فبالتالي وقيته بأخذ لقاح الإنفلوانزة شيء هام جداً وضروري طب لقاح الإنفلوانزة بس لا لقاح كورونا لا تزال كورونا موجودة بموجاتها المختلفة آه قلت حدتها بالنسبة كبيرة جداً وأصبحت تماثل دور البد إلا أنها لا يزال وقعها خطير على كبار السن لا يزال وقعها خطير على مرضى الربو ومرضى الحسية والسد الروي فبالتالي أخذ لقاح كورونا وهخرج من البيت دلوقتي هقابل طيار من الهواء الساعة النهار ده مثلاً في طيارات هواسعة لا كمامة دي على فكرة مش بتحمي من كورونا بس لا الكمامة مهمة جداً لأنها بتحافظ على درجة حرارة بدخول الهواء للجيب الأنفي بتحافظ على التزين في درجة الحرارة ما يخش لكش طيارات هواسعة ما يخش لكش طراب ما يخش لكش مصيرات الحساسية زي البرد وفيروس البرد والإنفلوانزة فتشكل حق الصد قوي جداً لمريض حساسية الأمر ضد كل المصيرات الخارجية مش البرد والإنفلوانزة الأتربة وطيارات الهواء الساعة نعم طيب ده فيما يخص الأشخاص الملغين أو الناضجين لكن إزاي يعرف أن طفلي أو ابني هو مريض جيوب أنفية أو حساسية طيب ابني على طول يعاني من زكاب رشح فرزات خلفية عطس أو حكة أنفية باستمرار سواء كان ده طول السنة أو تزداد في هذا الموسم بنسبة كبيرة هنحط في الاعتبار أعراض العطس الحكة الأنفية الزكام الرشح الخلفية أو الأمامي إنها قد تكون حساسية في الجيوب الأنفية أو التهاب مزمن في الجيوب الأنفية المضادات الحساسية وغسيل الأنف بماء البحر باستمرار بتدي للطفل نوع من الحصانة إن الإفرازات دي لا تنزل على الرئة ولا تسبب مشاكل تنفسية الاستجابة الدوائية لمضادات الحساسية وبخات الأنف شيء جيد جداً لمريض حسية الأنف طيب هل استجابة دوائية فقط لغير؟ البحث عن المسببات البيئية التي تصور حوالين الطفل قد تكون مسبب بيئي موجود داخل منزله هو من يسبب له أعراض الجيوب الأنفية بيتعرض لده طول ما هو موجود في المنزل ولا على طول بشكل منزل نادي مدرسة فهنا يبقى هو مريض بالفعل عندي مسببات الإندور في المنزل لو أنا عندي قطة داخل المنزل قد يتحسس طفلي من شعر القطة أو الحيوانات الأليفة قد يتحسس طفلي من الوبريات ومن الصوف داخل المنزل ولو عندي نوع من الدباديب داخل حجرة نومه هل التحسس مثلاً من التكييف ولا لأ في طفل من أول ما تشغل التكييف بالزاد في الصيف يلاقي نوبة من العطس والزكام والرشح المتواصل لأن التكييفات تحتوي على الفطريات وعيدة الفراش فبنقول للناس نضافة التكييف شيء مهم جداً نفلطته باستمرار هو يتحسس منزلي من الحيوانات الأليفة من الوبريات ولو أنت في زرع داخل المنزل ولا لأ هذا ما يسمى بالتحسس البيئي المنزلي طب التحسس الخارجي لو أنت ابني بينزل في مكان في حديقة أو جنينة ينتابه نوبة من السعال أو الزكام أو الرشح المتواصل هو يتحسس بيئياً من حبوب اللقاح طب ابني ما بيتحسس من العوامل دي ولكن يتحسس من نزلة البرد نفسها المسيرات الخارجية مثل نزلات البرد والفيروسات التنفسية هي مهيج أيضاً لمريض حسية الأنف والصد عشان كده فكرة أن أنا أجي لقاح إنفلوانزا أو كورونا هو يحمي من مسير خارجي فيروسي هو البرد والإنفلوانزا وبنعمله بقى كل الاحتياطات البيئية أنه يلبس من لابس قطنية يبتعد عن الأشياء التي لها وبر أوصوف التكييفات يتم نضافتها باستمرار البعد عن الأماكن المتربة الأماكن الزراعية لأن بعض الأطفال تتحسس من الحبوب اللقاح على فكرة حبوب اللقاح في بعض الأنواع لا تكون ربيعية بتكون خريفية بعض أنواع النجيلة حبوب اللقاح بتاعتها بتكون للأسف في فصل الخريف مش معنى نحن الخريفين ما فيش حبولة لا هناك أنواع من حبوب اللقاح تنتشر في فصل الربيع فبالتالي التحسس البيئي والكشف عن المصدر البيئي المسبب وتجنبه شيء أهم جداً لطيف طب لو أنا ما عرفتش ما عرفتش توصل لمسبب بيئي قد يكون هناك مسببات غذائية فيتم عمل ما يسمى باختبارات الحسسية للعوامل البيئية جميعاً وكذلك الأطعمة للكشف عن المسبب أو المسير للحسسية وتجنبه بالإضافة إلى إيه العلاج التحفزي للأنف هذا الطفل عن طريق استخدامنا للبخيخات ومضادات الحسسية لو كملنا المنظومة من علاج تحفزي وعلاج بيئي نحافظ على البيئة الخارجية اللي طفل بيحتكي بها وكذلك إعطاءه مصر الإنفروانزا بالنسبة كبيرة جداً سيعدي الخريف بأمان لأن الخريف هو الأسوأ وليس الشتاء ليه؟ الشتاء هو جو بارد معتدل خلاص بارد سابت مستقر أما للأسف الخريف ما بين ارتفاع والخفاض ما بين انتشار للفيروسات ما بين جسدي أنا كطفل أو شخص لم يتعقلم بعد بالفعل فبالتالي معرض أكتر للنزلات البرد والإنفروانزا طيب بمنحك ذكرت فكرة اللي هو من الإجراءات الوقائية فكرة مصل الشتاء المصل ده هل ياخده الطفل بس؟ وهل فيه أمصال لابد من أن أحصر نفسي بيها قبل دخول فصل الشتاء؟ طيب هنقول أن الجميع مهم ياخد مصل الإنفروانزا طيب لو مش الجميع من الفئات الأكثر أولوية وحرص أن أقول له لا ده أنت لازم تاخده ده مش اختياري ده إجباري بالنسبة لأطفال لأن الأطفال معرضون في المدارس والحضنات أطفال ولا كبار السن؟ الأول الأطفال هنتكلم عن السن ده كمدارس وكحضنات إصابتهم بالجيوب الأنفية ونزلات البرد أكثر عرضة وخطورة لإصابهم بالنزلات الشعبية ونزلات البرد يبقى فئات الأطفال فئة مهمة جدا لأخذ لقاح الإنفروانزا فئات كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة مرضى حساسية الصدر مرضى السكر مرضى ضعف المناعة هي فئة خطيرة الإنفروانزا يا جماعة مش مجرد إصابة الإنفروانزا لها نسب وفيات عالمية في كبار السن وفي مرضى ضعف المناعة فبالتالي وجب حمايتهم الإنفلوانزة لا تقل أهميا عن كورونا فبالتالي مهم جدا أنه حصا أطفال وحصا كبار السن وحصا الحوامل أيضا المرضعات ضد الإنفلوانزة لما لها من مضاعفات خطيرة على الرئاة مثل الإرتاب الرائع وقد تؤدي إلى الوفاة فمهم جدا أخذ لقاح الإنفلوانزة ويؤخذ من سن 6 أشهر طيب ده فيما يخص الأطفال كبار السن برضو ياخدوا أولوي بالفعل مهم جدا لكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة أصحاب المناعة الضعيفة مرضى السكر طيب البعض من كبار السن وخلينا أقول لك لسان حال الغالبية العظمى يمكن منهم برضو يقولك أنا أخذت الجرعة التنشيطية الخاصة بفيروس كورونا فهو فيروس كورونا في الأساس هو دور برد لكنه معدل فأنا كده عندي حصانة سواء كان من الألفلوانزة الموسمية أو من الكورونا للأسف ليس علميا نهائيا ليه بقى؟ لأن كورونا فيروس مختلف تماما عن الإنفلوانزة كورونا فيروس مختلف عن البرد في الوانزة فيروس تنفسي فصيل مختلف الوقاية ضد كورونا لا تحمي ضد الإنفلوانزة وأخذ لقاح الإنفلوانزة لا يحمي ضد كورونا فبالتالي أخذ لقاح كورونا وأخذ لقاح الإنفلوانزة الاثنين مهمين ما فيش حاجة اسمها أنا ممكن أخذ لقاح كورونا بيجيني حماية من الإنفلوانزة لا أخالص ولا ان انا اخد لقاح الانفلونزا يعطيني حماية من كورونا لا خالص هياخد الاثنين بالعكس ده بيبينني لو انا واخد لقاح الانفلونزا فانا هعرف في حالة الاصابة ان دي بنسبة كبيرة تبدو كورونا والعكس صحي وحاجة مهمة تاني برضا اقولها ان اللقاحات بنسبة ما تحمي من الاصابة ولكن النسبة الاكبر تحمي من المضاعفات الخطيرة بمعنى قد يصاب الشخص المتلقي لقاح كورونا باصابة ولكنها قد تكون بسيطة بدون مضاعفات كذلك اصابة الانفلونزا قد تكون خطيرة اذا اخذت اللقاح قد لا تكون خطيرة ويكون ادوار مثل ادوار البرد عشان كده اشتصلك تمانا اخدت اللقاح وجالي برد انت جالك برد ما جالكش انفلونزا خطيرة ما جالكش مرض سريري ارتفاع حرارة 40 والام في العظام ما جالكش مشاكل تنفسية مثل الالتهاب الرئوي فبالتالي انت جالك جزء جبين من الحماية ما فيش حال اسمها اصلا اخدته وجالي برد عادي جدا قد يأتي لك ادوار برد ضعيفة جدا بسبب ان انت واخد اللقاح وده الاهم ان يأتي لك ادوار ضعيفة ولا يأتي لك ادوار بمضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي ومشاكل التنفسية دكتور احنا من الجيل اللي اتربى لما كان بيجيلي دور برد جديد شوية وانا صغير ما كنتش بلجأ ليه فكرة اغذى العقارات الكيميائية او اغذى الادوية بشكل عام ليه سيبه كان فيه مثل كده يقولك سيبه خلي منعته تقوى تمام فحضرتك معه ده ولا فكرة ان انا احصن قبلها بتدخل كيميائي بفكرة ان انا اخد عقار او اخد لقاح علشان خطر المناعة طيب فكرة اسيب نفسي للمرض هي فكرة غير طبية لان هناك امراض خطيرة او وقع بعض الامراض قد يكون خطيرة عند بعض الاشخاص واشخاص اخرى بمعنى قد يكون هناك طفل الدور البرد العادي يتعافى منه تلقائيا ببعض الفيتامينات وبعض الاغذات وهناك طفل اخر مدور الانفلونزا قد يسبب له التهاب رأوي قد يسبب له مشاكل خطيرة جدا وفشل في القلب والاخر اذا كان هناك لديه مشكلة صحية الام لا تعرف طفلها هل لديه مشكلة ام لا الام لا تعرف طفلها طفلي مريض سكر طفلي مريض كلا طفلي يعاني من نقص في الاكسام المضادة طفلي ضعيف منعيا وقع الاصابة بالنسبة لهذا الطفل غير هذا الطفل فبالتالي لا اترك طفلي للتجربة لو عممنا هذه التجربة يبقى انا مش هدي له اي قح ولا شلل ولا حزبة ولا غيره واترك المرض يتمكن من بعض اطفالي وبعض الاطفال يتعافى فبالتالي تزداد نسبة الوفيات من الذي قضى على الامراض اللقاحات اللقاحات هي لها دور وقائي للحماية من الامراض ما مش هميز من طفلي قد يستحمل اصابة واتركه لمنعته يتعافى منها طفل اخر قد لا يستحمل ذلك ويدخل مني في مضاعفات خطيرة فبالتالي وقاء الوقاية باخذ اللقاح شيء هام جدا جدا ودروي ما فيش حي يسمعها اسيب نفسي للاصابة ويشوف رد فعلي منعته قده وقع اصابة في نفس الطفلين في البيت الواحد قد يكون اصابة هذا الطفل اخطر من ذلك زمان كان يعملوا حفلة قبل منظومة اللقاحات لما يكون طفل في العيلة عنده الحزبة بيجيبوا اطفال البيت كلهم العيلة كلهم يعملوا حفلة ويعودوا علشان خاطر الياخدوا العدوى المشتركة ويكتسبوا مناعة قد يسكت طفل للأسف قد يسكت طفل ضحية بهذه المأساة قد يكون طفل لديه مشكلة ولا تعي الأم بمشكلته مريض قلب مثلا مريض نقص مناعة وبالتالي يدخل في المضاعفات خطيرة وبالتالي أغز اللقاح يعطيني حماية هو الأهم اللقاحات ليس لها مضاعفات اللقاحات هي مضعوفة أو ميتة لا تسبب عدوى وبالتالي يتعرف على جهاز المناعة كأنها إصابة وليست إصابة فيكون أجسام مضادة تحمي هذا الطفل أو الشاب من خطر مضاعفات المرض نعم طيب ده فيما يخص اللقاحات لكن في بعض الأطعمة ربنا سبحانه وتعالى يعني منح لنا كمنحة من المولى عز وجل لتقوية المناعة إيه هي الأطعمة دي تحديدا وإزاي لنا أعزز مناعة ابني من خلال تناول هذه الأطعمة مش هنتكلم عن الأطعمة هي الأطعمة مهمة زي ما أنت قلت بس مش الأطعمة بس مصطلح تقوية المناعة مناسب لطفل لأن طفل أجزائه وأعضاؤه في نموه في مرحلة النمو أما الشخص البالغ هنستقول المصطلح اللي أنت قلت تعزيز أو الحفاظ على جهاز مناعي متوازن لشاب أما للطفل فمصطلح تقوية المناعة إيه هي الأشياء التي تعزز أو تقوية المناعة أو العنصر زي ما حضرتك قلت الغذاء ليه الغذاء في الطفل بالذات لأن الغذاء يبني أعضاؤه الجهاز المناعي هو عضو مشترك مع عدة منظومة تحتاج إلى الغذاء الغذاء البروتيني قليل الدسم قليل السكر البعض عن المواد الحفظة البعض عن المواد الصناعية الطفلي كل هذه العناصر مهم جدا أنه coronavirus تجنبها أخذ غذاء بروتيني عالي الجودة قليل الدسم قليل السكر قابد عن المواد الحفظة المواد السريعة المواد الملونة أدي له عناصر هزائية تحتوي على عناصر معدنية غير البروتين زي فيتامين سي في بعض الفواكه زي البكوليات والمقصرات تحتوي على الزنك هو عنصر هام وضروري لمناء الطفل زي فيتامين دال هذا هو الغذاء المناعي المتوازن هل الغذاء وحده هو الذي يعزز أو يقوي جهاز المناع؟ لا الرياضة أيضا تنشط الدورة الدموية وتحافظ على هذا الجهاز المناعي المتوازن هل أيضا رياضة فقط التدخين والبعد عن التدخين سواء كنت شاب أحافظ على مناعتي بالبعد عن التدخين أو أحافظ على مناعة طفلي عن طريق التدخين السلبي لأن هذا يؤثر على مناعته طيب قلنا التغذية قلنا الرياضة قلنا البعد عن التدخين طيب إيه تاني النوم أغز قصة راحة من النوم لطفلي لا يقل عن 8 ساعات يوميا وزاة النوم المسائي هام جدا لجهاز المناعي المتوازن طيب هل الأربعة دول بس؟ لا لسه إجراءات احترازية وقائية وأمور نفسية بمعنى ما أقلقش طفلي أديه المعلمات الطبية لتحميه أعلمه إزاي يغسل إيده أعلمه الإجراءات الوقائية من غسيل الأيدي لأن غسيل الأيدي يقل من العدوى التنفسية ومبارح كان اليوم العالمي لغسيل الأيدي وده الوقع كورونا في 3 سنين إجراءاتنا الاحترازية من بين النظافة والكمامات كانت مهمة جدا جدا أننا خرجنا من أزمة كورونا بسلام هنكمل الفترة اللي جاية بإجراءات يجب أن تكون إجراءات الاحترازية من النظافة هو أسلوب حياة وليس مرتبط بتوقيت أو فصلة أو مرض أخسل إيدي بالماء والصابون أعلم طفلي أسألين بالنظافة الشخصية ما خوفوش لأن العامل النفسي مهم جدا أننا أدي الثقة لابني بدون إرهاب أو ترهيب أو تخويف يبقى دول الخمسة الكابسولات المناعية بالإضافة إلى اللقاحات لو عملنا الخمس كابسولات المناعية بالإضافة إلى اللقاحات الإنفلانزا كورونا هتعدي بناء طفلي المناعي وحفاظا على صحته من الأمراض المعدية ستعدي بسلام الشتاء والخريف والربي والصيف إن شاء الله أكيد وكل الأمور هتعدي بخير إن شاء الله طيب خلينا نتكلم على عدد من العدات اللي بيتم اتباعها من قبل البعض حيك تقولي صحيحة أم غير صحيحة البعض قد يلجأ إلى البخاخات لتنظيف الأنف تحديدا في هذه الفترة طيب فيه فرق ما بين بخات خات بوصف طبي زي بخات الكورتيزون دي توصف بوصف طبي وفيه حاجة اسمها غسيل أنف بماء الملح أو محلول الملح أو ماء البحر ده اللي كان بعدي كنت أسأل برضو عليه نعم دي شيء طبي الأم لو عملته في البيت ابني على طول بيخن أو بيقنفر على طول أو مسكوه مش عارف يتنفس لما يخسله بمية البحر أو محلول الملح 9% ده ما فيش مشكلة طبية لأن العناية بالأنف زي ما قلنا في بداية الحلقة مهم جدا للعناية بالصب المعنى غسيل الأنف بانتظام بيمنع الإفرازات الخلفية أنها تنزل على الرئة وبيمنع التهابات الأزن الوسطى بيعمل مشاكل التنفسية الأخرى فغسيل الأنف بماء البحر أو ماء الملح شيء ضروري جدا 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 بخاخات؟ خير ماء البحر أو ماء الملح يجب أن يكون تحت إشراف تب هل ده التهاب جيوب أنفية؟ هل ده حساسية في الأنف؟ هل محتاجها الفترة قد إيه؟ لا ينصح إلا تحت إشراف تبي لمريض الحساسية أن يكون متابع مع دكتور أنف أو أزن أو دكتور حساسية هو ليحدد له هل محتاج بحر فقط أو ملح فقط أو بخاخات كورتيزون أخيرا البعض قد يلجأ إلى استخدام جلسات البخار للأطفال لفكرة اللي هو تنشيط وتوسيع الشعب الهوائية لا يتم استخدامها أيضا إلا تحت إشراف تبي لأن جرعتها هتستخدم موسع معين ده قد يكون در قلب طفلي الجرعة، تحديد الجرعة، تحديد هل هو صدره فعلا محتاج للجلسة طفل مقزم، طفل في بلغم، طفل في إفرازات نوع الجلسة ومدتها وتركيبتها والمحتوى اللي بتخطي فيه لا يوصف إلا تحت إشراف تبي ما فيش حاجة اسمها أخدها وقائي بأخدها تحت إشراف تبي بجرعات مناسبة لسن طفلي وحالته الصحية نعم، دكتور أمجد بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر يعني ضيف غالي وعزيز علينا شكرا لك، شكرا للسعادة المشاهدين شكرا دكتور أمجد الهداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصلة واللقاح